شوفي أنا باش نوضح الأمور أنا ما نتكلمش على حالات وافاة واحدة أنا نتكلم على كل الوافايات اللي تحصل هل في كل الوافايات هذي اللي حصلت كان فيه إهمال هل ما الدولة ما قدمتش الإمكانيات اللازمة هل المنظومة الصحية رهي تشتغل بطريقة يعني جيدة هذو ما الأسئلة لازم تطرحوها تانيا ما لازمش تكون الرياكسون تعال فيسبوك وتعالي لأنه صحة ما تدواج بطريقة هذه سمحيلي مع كل احترامي إلى كل آراء ولكن نشوف فيه غياب الجمعيات اللي لازم تنشط نشوف فيه غياب الأطراف الفاعلة اللي لازم تكون هي في الواجهة وهي اللي اللي تقوم بتقدم لأنه الآن موضوع علمي يتصبح التداول بين العام والخاص وهنا كل الأمور تختالت نبتعد عن الجدية ونبتعد عن الموضوعية وهنا فيه تسويق لأغراض ربما سياسية لأغراض ربما لا تخدم يعني في غالبية أحيان صحة المواطنة هذا هو الرسالة اللي حبيتنا لأنه نظن إذا كان فيه أخطاء طبية إحنا اللجنة اللي وفدها للوزير راح تقوم بالعمل تحها ويجب وضع شكوى لدى المصالح المعنية من طرف العائلة إذا كان هذه العائلة الظن بأنه فيه إهمال تتقدم فوراً بإدعاء شكوى لدى وكيل الجمهورية وتتقدم فوراً بوضع شكوى لدى مصالح المجلس الإخلاقية المهنة اللي راح يكون وقف معه وراحين تقصوا الحقيقة بعيداً عن كل مزايدات ترجمة نانسي قنقر